اشتركوا في القناة مادام لو سمحتي ممكن شوف شنتايتك بعيد يرك عن شنتايتك ورجيني شنتايتك وفورا شو ما في امن بهالمحل؟ لموظف الوزخات عم يتحرش فيني انت منيحة خير شوفي لا ما نمنيحة وهي اول مرة بتصير معي هيك شغلة يا استاذ حطت بشنتايتك حلقات لألماس وانا شفتها بعيني عم تسرقهم اللي لا 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 انا ما يتسرقهم لا لا اكيد هي واحدة مجدونة انت تعرف من مين بكون انا ولاك؟ تعرف ولا لا؟ يا استاذ بتريدي يا مادام هلا منشوف تسجيلات الكاميرا رجعا اهدي والله يا استاذ اخذت الحلقات وحطتهم بشنتاي وانا شفتها بعيني ما عم كذب شوف شو عملت فيه يا استاذ كمان مرة؟ خلص انا جاي فورا هل بنتم صيبة فوق راسي وكتير زودتها؟ انا حكيت مع مديرك وهالقصة تلفلفت وما رح يقلعوك ماشي؟ طيب شكرا مادام شكور ربك نفدت اوه الله بهالوقت صعب كتير انه طلع ايشغل في الف مراية بدل يلي كسرتها والف موظف بدل نورا نعتذر من حضرتك مرة تانية ووصل يا سلامي لعدنام بيك ما بدي عدنام بيك يعرف بهالموضوع انتبه لا تكلي همشي يا خانو كتير منيح واسقة فيك ولا يهمك يلا مشارفي يا خانو انت اليوم عشربت الادوية تبعيك؟ هادول الادوية ما بيطيبوني عم تعزبي حالك عالفاضي يا خانو انت يبدك تنفزي كل شي بقلك علي نورا وما بدي تنعاد هيك شغلات مفهوم مو ملحظة انك عم تبالغي شوي هذا المول بيكون قلنا يعني انا بقدر استعير الغرض يلي بيعجبني تستعيري؟ هي اللي عملتي ما اسمه استعارة وين وجوزك؟ ليش ما شفتوا معاك بالمول؟ حضرتوا عم يخوني هلأ موفاضي يجي انتي شو عم تخبصي وتحكي؟ جوت شو قلو شغل مع هاي البنت آه هلأ افهمت واضح شو قلو شغل مع هالبنت احسن ما تتهميني دائما نروحي شو في صهرك شو عم يعمل خدي ضبي هاد طيب مدعم عرفتي بها القصة شو فيلي هالشوفة تفضلي شو هاي؟ دعوة طلاق يظهر جوزي حبيبي بضي يطلقني وشكله رح يبلش حياته الجديدة مع هالأمورة مفي يساوي هيك شي والطلاق موضوع مو سهل أبداً أحياناً الرجال بيخبصو لهم شوي بس ما تخافي بعدين بيعقلوا عملي حالك مالك خبر بالقصة عمل حالي ما عندي خبار؟ طبعاً طلعي فيني إذا جود بيروح فعلاً أبوكي رح يجب لنا ابنه المجنون عالبيت ونحنا التنتين مالنا مصلحة بهالشي أنا عن شو عم احكي وانتي عن شو عم تحكي مو معقولة انتي كل شي بقوله بدك تعملي وبدك تتصرفي كأنك ما شفتي هالصور هلا لما جوزك جاب ولد قدرتي تعملي حالك معنك شايفة شي وما فرقت معاك أبداً إلي لي ماما؟ خرسي قلتلك ما تفتحي هالموضوع مرة تانية